اطلع محافظ حضرموت مبخوط بالماضي على أوضاع ميناء الشحر السمكي وتعرف المحافظ بالماضي على سير العمل في الميناء والصعوبات التي تعرقل العمل فيه وسبل تطويره وخلال الزيارة التقى المحافظ المسؤولين في الميناء وجمركه وكذا المستفيدين والعمال مستمعا منهم إلى ما يعانونه من صعوبات وبحث سبل حلحالتها وتسهيل العمل لديهم وتحسين الإرادات لصالح الميناء ووجه محافظ حضرموت المؤسسة المحلية لمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت بسرعة معالجة مياه الصرف الصحي التي تؤثر على نشاط الميناء